في خطوة أثارت مخاوفها روسيا كشف حلف شمال الأطلسي نيته إرسال أنظمة السواريخ الدفاعية الأمريكية باتريوت إلى أوكرانيا التي يصل مداها إلى نحو 70 كيلو متر ما دفع الدبا إلى التلويح بالرد بأن ذلك يجعل من ممتلك أنظمة السواريخ الأمريكية هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الروسية في إشارة إلى أوكرانيا وكذلك بولندا التي أمدتها القيادة الأمريكية العسكرية في أوروبا ببطاريتين سواريخ باتريوت لمواجهة أي تهديد محتمل لأي عضو في الناتو من جانب روسيا ولطالما أكد الأمين العام لحلف الناتو يانسي ستولتنبرغ خلال الأشهر الماضية ضرورة خسارة موسكو في هذا الصراع معتبراً أن لا سلام دائماً على الأراضي الأوكرانية إذا انتصر المعتدي في إشارة إلى القوات الروسية كما أعلن مراراً أن دول الحلف ستدعم كياذ بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وتدريب القوات الأوكرانية على استخدام أحدث الأسلحة ومنذ أكتوبر الماضي اعتمدت موسكو استراتيجية جديدة في ضرباتها على أوكرانيا تركزت على البنى التحتية ومواقع الطاقة لسيما بعد الانتكاسات التي وجهتها في الشرق والجنوب الأوكراني ومن ضمنها انسحاب قواتها من خرسون فضلاً عن الضربات التي تلقتها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014 وبينما يرى حلف الناتو أن إرسال منظومة باتريوت إلى كييف سيغير المعادلة على الأرض يرى خبراء أن هذه الخطوة ستمثل تحولاً مهماً في نسوق الحرب الروسية الأوكرانية كتصعيد مقلق ربما يدفع الصراع إلى مآلات لا تحمد عقب